مبادئ التنظيم الإداري في مبدأ وحدة الهدف ووضوحه كل مؤسس تسعى لتحقيق هدف أو مجموعة من الأهداف المرسومة وهذه الأهداف التي تحكم سلوك أفراد التنظيم وتحدث التخصصات بالإضافة إلى وجود هدف واضح ومحدد يساعد الأفراد داخل التنظيم على التعاون التسلسل في وضع الأهداف من أهداف عامة على مستوى الوزارة ثم فرعية أو خاصة على مستوى الوحدة المدرسية يجب أن يكون هناك تنسيق بين الأهداف الفرعية من أجل تحقيق الهدف العام المبدأ الثاني مبدأ التخصص وتقسيم العمل في هذا المبدأ يتم تحديد الوظائف وتجميعها وتقسيمها اختيار موظفين مؤهلين لقيام بالأعمال في كل تخصص تقنب التخصص المفرد المبدأ الثالث مبدأ وحدة القيادة في مبدأ وحدة القيادة أو ما يسمى بوحدة الأمر ضرورة وجود رئيس واحد لكل موظف قد يتطلب الأمر أن يكون الموظف أكثر من رئيس مثل المعلم الذي رأسه مدير المدرسة والمشرف التربوي فإنه في هذه الحالة ينبغي أنه كل واحد يعني يركز على الإشراف والتوقيف في حدود التخصص يعني عمل المشرف التربوي عمل فني وعمل مدير المدرسة عمل إداري إذن على المشرف أن يوجه المعلم من ناحية فنية وعلى مدير المدرسة أن يوجه المعلم من ناحية إدارية المبدأ الرابع مبدأ تكافأ السلطة مع المسؤولية في مبدأ تكافأ السلطة مع المسؤولية يجب أن لا يحمل الموظف مسؤولية إلا بقدر ما يعطيها من السلطة والسلطة هي الحق القانون الذي يمنح للموظف من أجل إنجاز مسؤولية محددة والمسؤولية في مجال الإدارة هي الواجبات والسلطات المرتبطة بوظيفة ما والتي يتعين على من يشغلها أن يقوم بها في الوقت والمكان المحددين السلطة والمسؤولية عابلان متقابلان يؤدي التوازن بينهما إلى حسن القيام بأعداء الوظيفة المبدأ الخامس مبدأ تدرق السلطة في مبدأ تدرق السلطة يتم التركيز على أن التنظيم يبدأ على مستوى الوزارة التي تصنع السياسة التعليمية ثم تدرق السلطات إلى الإدارة التعليمية حتى تصل إلى مستوى المدارس وداخل المدرسة تدرق حتى تصل إلى الإدارة الصفية تدرق السلطة من أعلى إلى أسفل الخراية التنظيمية تعبر عن التسلسل الهرمي الإداري وتوضح العلاقات الرسمية في الكتاب المقرر أشار المؤلف إلى توضح أوسع لهذه المبادئ أنصح أبناء الطلباء لعودة إلى الكتاب المقرر في الفصل الثامن موضوع التنظيم للاستزادة من الأفكار الغزيرة التي موجودت في الكتاب المقرر في المبدأ السادس مبدأ تفويض للسلطة والتفويض يكون يعني من المستوى الأعلى للمستوى الأدنى والتفويض يعني أن أحد الرئيس بقزم السلطات هي المخولة له أصلا بموقع النظام إلى أحد مرؤوسيه لباشرها تحت إشرافه لا صح قيام المرؤوس بتفويض غيره فيما فوض فيه المبدأ السابع مبدأ نطاق الإشراف ويقصد به المدى الذي استطيع فيه الرئيس أن يمارس الإشراف الفعال على مجموعة من المرؤوسين ويحدد بعدها المرؤوسين الذين تتبعون لرئيس واحد المبدأ الثامن هو مبدأ التوازن والمرونة عند بناء الهيكلة التنظيم نحتاج إلى تحقيق التوازن بين السلطة والمسؤولية وبين المركزية واللا مركزية وبين نطاق الإشراف أطول خط السلطة وبين أهداف المنظمة وحاقة العاملين وبين الأهداف العامة والأهداف الفرعية أنواع التنظيم توجد نوعين من أنواع التنظيم التنظيم الرسمي والتنظيم غير الرسمي يقصد بالتنظيم الرسمي هو التنظيم الذي يستند إلى المركز الرسمي لشاغل الوظيفة ويهتم بتحديد وحداتها الإدارية المختلفة التي تعبر عنها الخرائط الرسمية التي تعطي فكرة واضحة عن أجهزة التنظيم الرئيسية والمعاملة وفي التنظيم الغير الرسمي هو ذلك التنظيم الذي يقوم على شبكة العلاقات الشخصية والاجتماعية بين أعضاء التنظيم الرسمي ملخص للأفكار الرئيسية في المحاورة التالية في الوظيفة الثانية للإدارة المدرسية المتمثلة بوظيفة التنظيم في هذا الموضوع تحدثنا عن مفهوم التنظيم وعن أهميته في مفهوم التنظيم أشرنا بأنه يقصد به تقسيم أوجه النشاط اللازم لتحقيق أهداف المؤسسة وأنه تجميع لكل نشاط في قسم مناسب وأنه تعبير عن تفويض للسلطة وإقراء التنسيق اللازم كما أشارنا إلى أن وظيفة التنظيم تطلق على القهود التي تبذل بقصد تحديد الأعمال المطلوب تنفيذها وتقسيمها إلى مجموعات وإلى توزيع الأعمال على الموظفين وأن التنظيم هو توفير لبئة عمل مناسبة وأنه تعبير عن التعاون والإنسجام بين منتسبي العمل بالإضافة إلى توفير الإمكانيات البشرية والمادية وإلى أن التنظيم هو تحقيق الأهداف المتفق عليها في وظيفة التخطيط الوظيفة الأولى في المحاضرة تناولنا أربع عناصر للتنظيم وقلنا أن العنصر الأول التنظيم يتمثل في تصميم الهيكل التنظيمي والذي يتمخذ عنه تحديد للمسؤوليات وتحديد للسلطات في العنصر الثاني تحدثنا عن رسم الهيكل التنظيمي وقصدنا به الخرائط التنظيمي التي ترتبط بعلاقات على مستوى رأسي وعلى مستوى أفقي وفي العنصر الثالث تحدثنا عن تحديد الوصف الوظيفي للمناصب الإدارية والفنية وتمت الإشارة إلى توصيف الوظائف وإلى وضع وصف لشاغل الوظائف مثل الصفات الشخصية والمؤهالة والشهادات والخبرة العملية وشروط كالتدريب ونحن يعني في العنصر الرابع تحدثنا عن إعداد دليل للتنظيم وقلنا بأن هذا الدليل ينبغي أن يحدد مسؤولية وسلطات كل رئيس مرؤساء الوحدات والأقسام ويوضح الإختصاص والسلطة الممنوحة لكل وظيفة في اتخاذ القرارة النهاية ويساعد على تفهم الأهداف التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها في موضوع المبادئ التنظيم الإداري أشرنا إلى ثمانية مبادئ للتنظيم الإداري المبدأ الأول مبدأ وحدة الهدف الثاني مبدأ التحصوص والقسيم العمل الثالث مبدأ وحدة القيادة الرابع مبدأ تكافأ السلطة مع المسؤولية السادس مبدأ تدرق السلطة السادس مبدأ تفويض السلطة السابع مبدأ نطاق الإشراف الثامن مبدأ التوازن والمرونة في آخر عنصر من عناصر موضوع التنظيم أشرنا إلى أنواع التنظيم وقلنا أن هناك نوعين للتنظيم تنظيم رسمي وتنظيم غير رسمي في التنظيم الرسمي عرفناه بأنه التنظيم الذي يستند إلى المركز الرسمي لشغل الوظيفة وأنه يهتم بتحديد وحدات الإدارية المختلفة التي تعبر عنها الخرائط الرسمية ويعطي فكرة واضحة عن أجهزة التنظيم الرئيسية والمعاونة في تعرف التنظيم غير الرسمي قلنا بأنه ذلك التنظيم الذي يقوم على شبكة العلاقات الشخصية والاجتماعية بين أعضاء التنظيم الرسمي